جد الكبير أثرته هذه الخطوة التي أقدم عليها رياض سلامة لليوم واستدعت سلسلة من التصريحات والاجتماعات كان آخرها الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المصغر الذي اعتبر القرار سلامة بالمفاجئ وغير المسؤول الاجتماع قرر أيضا للاستمرار في سياسة الدعم للمحروقات بخلاف ما آتى عليه سلامة اليوم بداية وفي قراءة لما يجري من تطورات أي القرارين أرجح بالنهاية مساء الخير أنا أعتبر أن هناك تسرعا من قبل حاكم مصرف لبنان باتخار هذا القرار نحن نعلم أن تكلفة الدعم كبيرة جدا وهذا صحيح ونحن نعلم أن ما دفعه مصرف لبنان خلال شهر يوليو الماضي هو حوالة 800 مليون دولار في حين كان كل الدعم العام الماضي حوالة 2 مليار دولار للمحروقات وتاليا الكمية كبيرة جدا وهذا أكبر دليل أن هناك إما تخزين لكميات كبيرة من الوقود في المنازل أو في أماكن أخرى أو هناك تهريب خارج الحدود لكن الحل لا يكون برفع الدعم بين ليلة ورحاها هناك اقتراح وقد أقر هذا الاختراح مجلس النواب في جلسته منذ حوالي الشهر وهناك بأكبر التقديرات أن هناك مدة شهر ليقار هذا الاختراح عمليا وهي البطاقة التمويلية إقرار البطاقة التمويلية سيكون هناك سيكون البديل الشافي والوافي للدعم على المحروقات إذ أن دعم المحروقات يذهب إما خارج الحدود أو في السوق السوداء وما هنالك بينما الدعم لبطاقة تمويلية فقط يستفيد منها اللبناني والذي هو بحاجة يوفر كميات كبيرة من الأموال على الشعب اللبناني من خلال دعم مصرف لبنان له وتاليا القرار الذي اتخذه مصرف لبنان هو قرار متسرع كان عليه أن ينتظر إقرار البطاقة التمويلية والبدء برفع الدعم تدريجيا وليس هو من حقه أساسا اتخار قرار برفع الدعم لوحده إذ أن السلطة الإجرائية هي من تضع السياسة العامة للدولة وهذه السلطة هي من تقرر رفع الدعم من عدمه وهذا ما قاله اليوم رئيس الجمهورية لحاكم مصرف لبنان حينما استدعاه صباح اليوم وأبلغه هذا الموضوع إذ أن قرار رفع الدعم له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة ولا يستطيع حاكم مصرف لبنان تحملها لوحده عليه التنسيق مع القيادة السياسية أو السلطة التنفيذية أو الإجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة لكن هذه القرارات لا يتخذها حاكم مصرف لبنان لوحده رفع الدعم أكبر ترجمة نانسي قنقر